البسملة والحمد لله أحبة الصغار، اليوم سوف نكتشف عنصراً أساسياً من آداب الأكل وهو البسملة وقول الحمد لله إذن دعونا نبدأ بالبسملة قبل الأكل ما الذي نعنيه بالبسملة؟ أحسنتم يا أصدقائي لقد وفقتم في الإجابة البسملة قبل الأكل والمراد بالبسملة على الطعام قول بسم الله قبل الأكل أو الشرب ليس هناك أفضل من ذكر الله في كل مجلس وفي مجالس الطعام خاصة حيث يتذكر الإنسان نعم الله الكثيرة عليه وإذا حدث ونسيت البسملة في أول الأكل عليك قول بسم الله في أوله وآخره والآن سوف نتعلم الحمد بعد الطعام والشرب الحمد بعد الطعام والشرب هو قول الحمد لله بعد الأكل والشرب لنحمد الله تعالى ونشكره على نعمه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ترجمة نانسي قنقر